عدا تشهد منحا كارتيا لوباء كورونا هذا ما أكدته منظمة أطباء بلا حدود التي تدير أهم مركز طبي يعنى بحالة الإصابة بوباء كورونا في المدينة التي باتت خارجة عن سلطة الشرعية منذ الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم من التحالف السعود الإماراتي في تقرير نشره موقعها على الإنترنت عرضت أطباء بلا حدود حالات إصابات قالت إنها فقدت حياتها بعد ساعات فقط من وصولها إلى المركز لتصل إلى نتيجة مفادها إن مرض كوفيد 19 يأتي بهذه الوتيرة السريعة والمروعة ويخطف أرواح الكثيرين في مدينة عدن التي وقعت في قبضة تفشي اتخذ منحا كارثيا منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود الذي أنشأ مركز العلاج تيري دوراند أوضح أن المركز يستقبل عددا كبيرا من هذه الحالات وأن كثيرا من المرضى يفارقون الحياة بسرعة خاطفة لأنهم يصلون في حالة خطيرة ويكون الأوان قد فات لإنقاذهم لأن الناس يصعب عليهم على ما يبدو استيعاب السرعة التي يموت بها مرضاهم في هذا المركز وخلال الفترة من 30 أبريل وحتى أواخر شهر مايو المنصر تم استقبال 279 مريضا توفي منهم 143 مريضا في وقت أوضح فيه دوراند أن الحالات الخطيرة هي وحدها التي تصل إلى المركز وحيث يكون أقصى ما يمكن للطاقم الطبي فعله هو إعطاء المرضى الأكسوجين إلى حد أن 13 مريضا توفوا في يوم واحد الأمر لا يختلف كثيرا في صنعاء التي يسيطر عليها الإنقلابيون الحوثيون ففي العاصم السياسي للبلاد يتركز أفضل الأطباء وأهم تخصصات الطبية العشرات من هؤلاء الأطباء يموتون بسبب وقوفهم في الجبهة الأمامية للمعركة التي تخوضها البلاد مع وباء كورونا في ظل الحد الأدنى من الإمكانية الوقائية حصيلة الإصابات بوباء كورونا على مستوى البلاد تفيد بتسجيل 45 حالة إصابة جديدة وثلاثة وفيات حتى كتابة هذا التقرير تتوزع على محافظة شبوى وتعز والضالع وعدا وأبيا ولحج ومعظم الوفيات توزعت على محافظتي لحج وتعز فيما سجلت حالة الشفاء في تعز وبحسب الأرقام الرسمية فإن حصيلة الإصابة بوباء كورونا بلغت حتى الآن 399 إصابة بينها 87 حالة وفاة و15 حالة تعافي وهي أرقام لا يبدو أنها تتطابق مع الوقائع التي كشف جزء منها تقرير منظمة أطباء بلا حدود